يا بيت انت اصلا مسجلة اداب وانا لو عايز احبسك ارا حمك احبسك من غير اي حاجة خالص طبت وبطلت وحيتك يا باشا وما التليفون كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني امريكاني مين ساعدتك ريتشارد يا بيت اه ريتشارد اعرفه اه بس معرفة عادية يعني وما تعرفش ارا حمك ان اتقتل بعد ما كلمتي بساعة ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزنا روح له بس ما روح طلوش ما انا قلت لساعدتك ان انا طبت عندك شغل عالكلام ده طبعا يا باشا الناس كنت قاعدة معين مين يا بيت فصل ونواف لا طالما فصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي قدية رقم 216 اتلافه حريق عمد المتهم فيها دسوق عبدالعال محمد حاضر يا ساعت رايز الدفاع يتفضل فريق كرم موسى المحامي حاضر مع المتهم بشخص اتفضل يا استاذ كان عندنا ورا هنا بيقولي وليلي يا ناسي انت ايه اللي ودك عنده ليلة الجريمة مفيش انا مهندس ناسي ممكن تقلع النظارة لو سمحت ها وليلي بقى ايه اللي ودك عنده ليلة الجريمة انا مهندسة ديكور وكنت رايح ااخد منه اخر دفعة فلوس ليا عن شغل عملته له الفيلاته الجديدة رحت له في الساعة كم بالزبط؟ حوالي سبعة ونص تمانية وقعدت عنده قدية؟ مش كتير تقريبا ربع ساعة اخدت فلوسي ووراني شوية اكساسيريز للفيلة الجديدة ومشيت على طول طيب ما لفتش نظرك حاجة غريبة لا يعني وانت خارجة من الباب ما لما حتيش فزبة توصيل طلبات للمنازل وقفة قدام الباب؟ لا ما خدش بالي مركزتش يعني اه مركزتيش يعني ماشي يا أنسة مش أنسة برضو ولا انا مش واخد بالي اه شكلك زعلان عليه قوي واضح انه كان غال عليك هو مين ده؟ ريتشارد طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفترة قصيرة ومات هتزعل عليه وخصوصا لو كانت قتل ماشي ماشي يا أنسة الفقر الفقر والغلب وقلة الحيلة هم اللي جابوني النهار ده هنا جابوني علشان أشهد زور على واحد مظلوم وخش السجن ويبقى زنبه في رقاب دي سمحني يا ربا سمحني سمحني انا عارف ان انا مأثر في حقك يا ربا لا بصلي ولا بركع بتفرج على هفلام مش كويسة واتعرف على بنات عن نت لكن بخاف منك قوي بخاف منك اوارف وبحبك قوي بحبك اوارف انا عارف انه لما بصلح الغلطة بغلطة أبشع منها لكن كل ده عشان اقتصابها فلوسة ترجع لها بدل ما تتزجن وولادها يتشراغ في كل حد سمحني سمحني وعافيني وغنيني وغنيني على الحرام سمحني وهذا بقى اخر مرة اخر مرة عليش احنا بقينا في زمن الواحد بيسرق فيه علشان يدهو بيقدر يعيش ارحمني ارحمني من العذاب اللي انا فيه يا ربا ارحمني يا رخمان يا رحيم ارحمني يا رخمان يا ربا قلب عندك يا علي انا مأهورة علي او يا سعيد ده مهما كان ابويا لو تحب تروح وانا قطلت كام خبر تكتيبيه وما فيش معنى بالعكس ده الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي بتنسيني همي وقضية الامريكاني ده بالزاد في حاجة شداني بقولك ايه تدلل لجماعة بتاع عادية الامريكاني لا يا رجل اه تعلمها لا لو سمحتوا ممكن بس اخذ من فكرة ممنوع اتفضلي من هنا بالراحة سوية على نفس الراحة بقولك اتفضلي من هنا انت بتعمل كده ليه اتفضلي امشي ايه اللي اتفضلي امشي ده خلاص يا علي هيالا علي يالا بقولك ايه في عسكر يا حبيبي انا زبطته وقالله هنعرف نتكلم معاه نادي على الشهول الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي ب exemم خزبي الله هنقي ما الوكير خزبي الله هنقي ما الوكير خزبي الله هنقي ما الوكير ابن اسمك وسنك تعليقاتو امراabrahima عفيفي كنت يعلم نفس الاح irritation من سمع حداشر شارع المعز المتفرع من الشارع الجديد بولها أبو العلافن بول والله العظيمة بول الحق يا عامر والله العظيمة بقول الحق حق الله يا باشا أصلي ريتشارد ده كان جدع طيب ابن حلال الله يرحمك يا ريتشارد سبحان الله ده أنا نفسه كنت عنده يا باشا كنت عنده بتعمل إيه أصلي المرحومة اللي يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيرة بالكراتين بيرة؟ أيوة باشا أمو أنا أصلي سعادتك يعني شغال في محل بيرة أيوة بس أنت مكتوب في البطاقة سباك يا رحمك أيوة باشا يا بانا كنت يشغال فعلا سباك بس أكل العيش بقى يا باشا يعني كنت عايز أنطق من نفسي بقى آه رحت له الساعة كان بالزبط آه تقريباً 8 ونص يا باشا أصلي سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وأنا جبته له أصلي ده زبوني آه زبونك كان كان طالب منك يا باشا إزاز التكيلة يا باشا وأنا جبت له مخصوص من السوق الحرة أصلا الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي ايه كان غاوة كيلة ولمون لا ما شفتوش أمار أنت جايه ليه؟ أنا جايه أشهاد شهادو تزور تزور أيها الساعة القاضي جايه أشهاد شهادو تزور بس قصب عني أضغوط علي الأستاذ مونير اللي هو سكرتيري المدير انتبق معايا إنه قديني راشو عشر تلاف جنيه علشان أشهاد شهادو تزور الراجل ده باشا أنا ما نمتش تولي ده طبيري كان بيأنمتش تلاتة بالله الحصول تلاتة باشا أنا كنت قاعد مرة قاعة بدأ على نفسي بتشلن عشان ما أخدش تلقاعة ديه وأشهد على الراجل ده ويبقى زنبه فرقه الراجل ده مولعش المغزل يا باشا مولعش المغزل يا باشا تلاتة بالله العظيم معلع المغزل يا باشا يمسودينك يمسودينك يا عام والله العظيم انت ابن حلال والله العظيم انت ابن حلال لو بتجذب أحباسك يا عامل أنا قلت الحقيقة باشا والليلتا شايفة ذات القاضي أحكو إيه بسا قلت الحقيقة ورايح تضغيريه ترجمة نانسي قنقر قابل 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 اتفضلوا الشيهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم ما لهمش اي لازمة احنا قدام لغز كبير وحل اللغز ده في ايد اتنين ما لهمش تالت أدم عبد الحي والشريك وصاحب البصمة المجهولة أدم عبد الحي كده كده معنا وخصوصا لما ترفعت البصمات من مصرح الجريمة طلقت مطابقة تماما لبصمات أدم عبد الحي احنا كان موجود ساعتها وده أكبر دليل تماما باشا انا حاسس ان احنا وصلنا المعلومات مهمة جدا ايوة بس فيه تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقة مدممة مستقرة في الباب من فصيلة غير فصلة المجنع لي وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخد طلقة وتعور هشابي شيء طبيعي ان الرجل الامريكامي لما حاولوا يقتله كان بيدفع عن نفسه ايوة باشا بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحة المستعملة في الجريمة ملك للمجنع لي بدليل انهم لقوا رخصهم والزخيرة بتاعتهم في الدولاب عنده عايز توصل لي عايز اقول يا باشا ان ما فيش حد هيدخل بغرض السرقة ممعوش حتة سلح صغير يدفع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجة تماما سين بيه ده حتى من باب التأمين اهو هو ادم عبدالحي واضح ان الودة محترف اه حتلاقي الودة شامبي رائب الرجل الامريكاني بين اسبوع او عشر تيام بعد الودة مش لوحده اكيد ما عصابة طبعا عرفوا تفاصيل الرجل الامريكاني وعرفوا انه غاو مقتنيات وعنده اسلحة ببيته واستولوا على الاسلحة وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقع ويقطعوا علينا فكرة ايه صبق الاسرار والترهصد اه ده كان فيه كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبة علشان يسجل كل حاجة اه دي بقى معلومة مهمة جدا تفتكر يا شامبي سرق الهارد ديسك ليه اكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل ايدانة شو تلكم مفيش غيره هو ادم عبدالحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها ليه مش شرط يا باشر بعد اذنك يا انا مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو الله طب ما نانسي لها بصمة على اكرة الباب والسواق والبواب كل دول يوم بصمات في كل حتة في البيت ده غير طبعا صاحب البصمة المجهولة اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغاية دلوقتي ده واضح ان انتو تعرفوا ادم ده كويس جدا لا يا باشا اصل ادم ده حبيب هشان بيه وارد ان نانسي او البواب او السواقي كلهم بصمات جوا الشقة لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه لكن ادم عبدالحي وشريكه يكون لهم بصمات جوا الشقة ليه طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الوردل بالفيسبال غاية قط النوم؟ جايز جايز يا سيبيه بس على فكرة لو كان هو اللي عملها انا مش هرحل محسن بيه كل الشيوود دول يتحقوا تحت المرابع يمكن نوصل من خلالهم لاي خط يوصلنا الادم عبدالحي الودة لازم يظهروا وبمنطقة السرعة هاتلي اهله وحقق لي معاهم ان شاء الله تجيبلي الجدان تحتهم ركا باشي ماشي يا ابن صبره انا جبتلك شوية هدوم يا رب يطلعوا قدك وجبتلك هنا بقى شوية بقالة ومعلبات عشان لو حسيت بجوع ولا حاجة اسيبك بقى عشان اطمن على ما انسي جميلك ده دين في الابدي جميل ايه يا ابن؟ ده انت اللي جميلك مكلبش في الابدي حضرتك بتفكرني بابوي يا اوي وانت الصورة اللي اتمنتها الابني اللي اتحرمت منه صعبان هلايا شاب ابن بلا زيك كده اتباتل رب انا خليك حاجة اه مقدس ما نقولتلك مقدس سيدي اتنين لأحباب الله طبعا طبعا اه على فكرة انا سيبتلك فوق عالكوميودينو مبلغ كده بسيط يمكن تحتاج لحاجة وجبتلك المصحف اللي طلبت يلا سلام عاليا انا جاي بكينة عشان نحتفل بمناسبة سعيدة جدا توزيعي الجريدة بقى في العلالة خالص دا احنا بفكرة نعمل طبعا ثالثة بفضل اقبال على فضيحة والدك يا صحفية يا موهوبة متشكرة قوي يا فانت الله ومالك بتوليك كده وانتزعلان دا المفوت فراحية عالية دا انت عاملة خبطة صحفية مكسرة الدنيا للأسف الخبطة المرة دي جاية فيي انا شخصية ومؤثر عليها في بيتي ومع عائلتي عموما انا مقضى موقفك تماما كان نفس افرح باول خبطة صحفية لي بس للأسف مع الفرحة في مرارة مش ردي تتفرقيني أبدا يا علي لو عايزة تخذي أجازة يومين ثلاثة أسبوع قبل مرتب كمان دا انتمت الجريدة بالعكس يا فانت دا الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي بتنسيني همي ومشاكل وعشان كده انا طلبت قابل حضرتك النهاردة لاني معايا موضوع مهم جدا موضوع اي يا علي؟ مقتل مواطن امريكا على ارض مصر والمتهم فيها شاب مصر بيشتغل عامل ديليفري الله 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 ايوا كده هي دي موضوعات السخنة الجميلة اللي بتوزع دا تحقيق كامل عن الوقع وصير التحقيقات لحد دلوقتي طب يا علي انا حقراه وادرسه وودي المطاع السلام عليكم ورحمة السلام عليكم تقبل الله يا عامر منه ومنك يا صبر يا اختي يا يا سلام الحمد لله زي ما يكون حجر ونزا احمل على صدري الصح مفيش احسن منه يا عامر ربنا يكرمه ادم هو اللي نصحني في الصح انا لسه بديله دولات الفصالات ان ربنا يكرمه ويحافظ عليه وينجيه من المحنة اللي هو فيها دي يا رب اسم عن بوقك ربنا ايه دا يا مانو مستعجل ايه دا ادم فين؟ ايه دا يا سادة رب انتم مين؟ خلت اللي مين؟ انا خاله اخرص خالص ايه دا وش اعطولي كل اللي جوا دول ايه دا في ايه؟ يلا في ايه؟ ايه دا في ايه؟ احنا عملنا ايه يا بيه؟ تطعب راحة ليه؟ ايه ايه تبتنى في شكراً والدها لا يقلش فيه انتهي فيه؟ انتهيت فيه؟ أخذنا لا حاول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يكون فعلا ومالنزل انا مش عارف حظهم وحش كده ليه انا معرفش الحكومة ليه مستقصد العلدي على قول حكومة؟ الحكومة مش مستقصدهم دوا علاج مال ماجين غلط تابوس صحي يا ابوب ليه الله اذا كان ابوب ذات نفسك طلعش اغبانتر يا توميلا جيرتار هل انا كنت قادة اخش معهم الجامعية ساعاتي؟ جامعية الجامعية ده يازل تخرجي منها يا حلا تاكل مال النبي لا يا حبيب انا خرجت والحمد لله خلاص حرم عليكو بقى حرم عليكو ارحموني كفايا انتو بتحسبوني على ايه؟ انكو غلط انت شايف انك لما تشاوري على ابوكي وتقولنهم يمسكوه ده صح ابوكي سرق ورشع ودلس ومن حق المجتمع انو يحقق معاه ولو ثبتت ايدان تو يتعاقب ايش هو الواحدة يا حبيبتي اللي هيتعاقب؟ احنا كلنا معاه وانت كمان؟ ولا انت نسيت انك انت شايلة اسمه؟ اه شايلة اسمه اسمه وبس ياريتني كنت اخدت منه حاجات كتير يمكن كنت بقيت زيكو بس ما اخدتش ومش عايز ااخد انا عايز اعمل الصح الصح وبس وسمعتنا اللبازة صح؟ والفديحة اللي حصلت والجوع والخراب اللي حنتعردله برضو صح؟ يا بنت انتهى لشان تعمل الصحة غلطتي في حقنا كلنا وفي حق نفسك طمين يا ستي ادم في امان ويبتله اكل وكلم اهله وطمن عليهم وكله تمام طمنين انت على نفسك عملت ايه لما استدعوك في الاسم؟ ده كان موقف صعب اوي يا بابا حصل ايه؟ سألوني ايه علاقتي بالقتيل اكيد ومالهم هايستدعوكي ليه؟ المهم انت قلت ايه؟ ملاحكة وقلت لهم انه هو كان عميل عندي وأكدت على اني كنت رايحة اخد منه واخر دفعت فلوس ليه؟ اه بس قلت ان انا روحت قبل المعادة اللي انا روحت فيه بساعة علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثة حال كده تمام اوي اوعيكم بان عليكي اي حاجة؟ مرافش بابا هو احنا هنفضل مخبين الحكاية على البوليس لغاية امتى؟ لغاية ما يمسكوا السارق ويقبضوا علي بالمسروقات طب وفرد ملقوهوش الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغاية ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببرائدكم انهي احسن بقى انكم تستنوا برا لغاية ما يمسكوا السارق ولا تروحوا برجليك وليس سجن لغاية ما يظهر دليل برائدكم ويا عالم حييجي امتى؟ مهارفش انا ما بقيتش عارفها حاجة هولا مشاهديها الكرام اليكم هذا بصبر العاجل جورج نانسي انت في ايه؟ الحاول طرحا في ايه؟ بارد طرحا بارد طرحا بارد طرحا بارد طرحا انه هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر وان عملياتها سوف تتوالى في المستقبل يا دي المصيبة يا دي المصيبة كده ضلي متعكتر وكنت عايزة تروحي تعترفي الحمد للانت مروح طيب طب والعمل يا بابا دلوقتي العمل العمل عمل ربنا ايه ده هو الوقت تماله منحوص ولا حظه وحش ده احنا في كارثة كده كده ايه ده بيعملش كده ما هم اللي بيقولوا هم يا بنتي واحنا جبنا حاجة من عندنا اكيد في حاجة غلط ما هم مش معاول برضو الحكومة هتقول الكلام ده الازا كان عندها دليل والوقت ده مش معاول يكون منضم الجامعة زي دي ويدور علينا واحد واحد يقول لنا سره لا الوقت يا طيل قبير مالوش أره الحمد لله الحمد لله ان ربنا نجان منه قبل ما نجوزولك في اي عباد انت ليه محسسني انك متعرفش ايه ده يا ربي في الصينة ابنينة 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 حاجة ده حيالة جارنا وانت هتلابسينا نصيبه ولا ايه الاب مرتشي ومقابود عليه والودي ارهابي حسوكو عينكو اسمح ان واحدة فيكو لسانها خاطب لسان الليلة دي سدانة بشر انا ما عرفهوش انت تستعبط ارهمك مش ادم ده بنوختك ايوه ايوه باشا ببنوختي انا خايل فعلا خلق باشا بس بالبعيد اوي احنا بصراحة عائلة مفككة ووسخة اخر ستة تلاتين حاجة احنا عايشين مع بعض في البنز ايوه ما يكون عايشين في بنز يوم عفن قذر مفيش اي حد للاعلاقه بالتاني ولا نعرف مشاكل بعض ولا بنصبح على بعض وادم ده بزيت انا بعرفوش اماشا ادم بعرفوش بس لدرجة انا كنت بقطع اختي بسبب الجوازه انها جوزت ابوه بس انتصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازه السوده دي بس انا عايزه ولسه هتجبلها عليك يا باشا يا سنداني ادى ابدأ قلط طيب وابنخل ايه ولا تشاكلك كده غاوي السعبات وانا اضبط امك بالراحة ان انت على نفسك شوية انا خايف عليك بالراحة بالراحة ايه بس انا دا يعطي مستقبل الولد ربنا حينكي ان شاء الله ازاي؟ ده ما بقى شقتل هو سارق بس دول خلوه ارهابي كمان للعسى بكل زروح ماشى ضده انا هروح اعترف بكل حاجة واشهد انو كان بيدفع عنه هتفتكي انك هتنقذيه بالطريقة دي ما هي دي الحقيقة يا بابا ما هي لازم كل ناس تعرفها الحقيقة ما حاديش يعرفها غيرنا احنا ايه يا حبيبتي لازم يفكر بالعقل اي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا وحغسرنا كل حاجة فوز اللون يا حبيبتي طب اعمل ليتا تعيش حياتك عادة جدا وما تنسيش انو ممكن يكونوا بيرقبوكي بيرقبوني؟ طبعا انتي مش طلب في جريمة اكل ومين؟ امريكاني طب واهدم هنعمل في ايه؟ هخبيه في مزرعة الفيون وجوده في القاهرة بقى خطر عليه لغيت امتى يا حبيبي هنغبي كده؟ لغيت من؟ منشوف الامور هتوصل لفيه؟ وافي معينا يا عادر يا ابو النوت وافي معينا اشتركوا في الق outrageous اشتركوا في القناة 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 من قبل حتى ماندينهم او نسبة برايتهم ده كده بيبوزننا شغلنا فيني وبينك برضو يعني الودة بن صبرة ده بقى ما وضع شك ملفه بيقول انه ممكن يمشي في الطيار ده مش عارف يا باشا انا حس ان الودة ملوش اي علاقة بالجماعة دي وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجة تانية يعني جريمة قتل عادية مش مستهلة بقى ان الملف ييجي عندنا وانحققها فيه طالما الجماعة طرفت بقت مهمتنا والمفروض ان احنا نلاقي الودة بمنتهى السرعة بقول لك اي شيء تشرب حاجة؟ بينا خليك اسم باشا انا عايزك تبعت للنايب العام طالب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجة عن القضية في جميع وسائل الاغلام عايزين نشوف شغلنا بقى الكلام ده مش هينفع واضح انك بقيت المتاهم الاول في القضية في جماعة ارهابية اعلنت انك منتملي يا نهر يسود ايه الكلام ده دكتور؟ يعني انا كده بيت قاتل وسرق وارهابي ايه اللي افترة والظلم ده؟ ده كده؟ انا عارف انهم كده بيه بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم عشان كده وجودك في القاهرة خطر عليك ام نروح في ايه يا دكتور؟ اختك عندي تستخبه في مزرعة صغيرة في الفيو شكل كده استخبه بيه ايه تعمري؟ ما تقلاش خلي املك في ربنا كبير واو نعمة بالنعمة انا ايه بس اللي بيحصل لي ده؟ حاوهد السمو وفاجأات؟ مكانتش تخطر على بالي؟ يا طره اللي جاي خير ولا شر؟ يا طره سدقه اللي قلته في التحقيق ولا شكي ما فييه وبيرقبوني ولا ايه؟ ربنا يصدر بها هاي ازايك يا أمير هاي ايه انت كويسة انا كويسة الحمد لله بس انا قلت عادي واتطمن عليك لا انا كويسة عملت ايه في المشوارة اللي روحتي مع بابا مبارح مشوار ايه المشوارة اللي كنتم حتروحه سوا ساعة لما جدت لكم بس انا لبحته نازل ومعاه شاب كده وما شفت كيش بالمناسبة مين الشاب ده ده واحد قريبنا واحد قريبنا وبابا كان رايح يوصله محطة القطرو وبعدين انا كنت نازلة معاهم فعلان بس اتعبته مبقتش قدرانزل فاسبته قاله سلام عليك هو انت بتتجسس علينا او حاجة اتجسس عليك وليه دي كانت صدفة سلام ما جدتوك ومشوفتش الشاب ده ما كانش مبوض كان في الحمام يا سيدي وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شوفته كله يعني في الدقيقتين دول انا قاسة ما عليش ان انا بتدخل فرمليش فيه لا تسوكي انا بس اللي تعبينه شوي ومش عايز اتكلم دلوقتي معلش طيب انا اشوفك مرة تانية بلا باي لو سمحتك نعم يا سيدي كنت بسأل على موظف عندكو هنا اسمه عامر قبل فرط ما تجيب ليه السرطة الله ليك حمو اه ما هو السبب اللي انا فيه ده نعم علش الف سلام علينا الله سلامك يا خون يا سيدي انا عايزك حضرتك بس تقولي هو فين بالزبط بقى ليه مين ما بيجنش وقدر يا كريم ما يجي تاني يا ربا طيب مش عارف حتى ممكن تدليل على حد يديني عنوان انت مستقتل عليك دليل ده راجل مومة ونحسس سيبك من يا سيدي انا مش مستقتل ولا حاجة المسألة انه هو معايا سيب امانة معايا فانا عايز اوصل هذا خلاص بقى روح شؤون العاملين شوفه هناك وهم يدلوك عليه مش شكرا يا سيدي الله يخرب بيتك يا عامر يا بوز الفقر يا رب اتصك عربية ادخل ازاي وسست غير المنشت اللي انا كبان من حادث قتل امريكي الجماعة الهبية بتختال امريكي على يد متطرف مصري انا رئيس التحرير من حقيق احزي في وظيف اللي انا شايفه مصلحة الجريدة ثم عليك شوفت المنشتة عامل ازاي اللي العنات زادت وتوزيع الجريدة زادت يا فندي انت كده بتفرغ الرسالة الصحفية من مضمونها وبتحولها للتجارة رعي عالية ان انا رئيسي في العمل حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمة تحكمه كل وسائل الاعدام زاعد الخبر مش احنا بس كلهم جري وراء الخبطة الصحفية ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر انه بينفي التهمة على الادم وبيثبت براته انا عايزة الفهم انت مالك متحمسة قبل البناء ادم ده هو قريبك انا فعلا متحمسة لان زميلي في الكلية وانتي متهرز منه وعارفة ومتأكدة انه مالوش في السياسة من اصله انا مش بشك فيك يا عالية بس ايه دليلك على انه بريء اولا سلاح الجريمة تلعب بتاع المجني عليه وده اكبر دليل انه ايدا ما كانش داخل بتافع القتل ولا السرق ولا عنده نيه الصبق الاسرار والتراصل ثانيا داخل شقة القتيل لقوا كاميرات مراقبة متوصلة على هارض وتصور عليه الجريمة كاملة والهارض ده تسرق ومش عارفين مكانوا فيه لحد دلوقتي عارفة عالية برغم اسطوبك لانا مش متقبلوا بالمرة لكن دي معلومات مهمة جدا اللي بتقوليها انا كتبت مقال جديد وكتبة فيك كل مستجدات التحقيق للأسف يا عالية مش هينفع ليه؟ لان جلنا قرار بحظر النشر في القضية بدات يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشورلك الى لما النيابة تدي قرار بجده مين مرزوق عبدالله يا فانتن؟ انت بقى مرزوق ايوا يا فانتن انت نيلت يا ابني في ايه حضرتك؟ كلمونا عايزينك في امن الدولة دكا مرزوق الحمد لله يا فانتن دكا مرزوق دكا مرزوق شكرا دكا مرزوق دكا تقدم البيت توقتي عدم عبدالحاي؟ ايوا يا فانتن حلوة ايه السؤال جاء على قرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه ساعتك اي طالما بقى اللي تشوفه ساعتي يبقى انا واغسعني واخد على خطري منك يا اخي الودق ادم عبدالحاي ده عمل عاملة من ليلة بستين ميلة لو انتا مش بيحتربك على فكرة انت في المستقبل حتى بجزخته بعدين انت ابن مصر راجل من رجالة مصر وبتذاكر انت كلية الحقوق وفي المستقبل ممكن تبقى زابط شرطة احنا ممكن تبقى زميلي ممكن تبقى هنا موجاري عاية في امن الدولة ده مرزق يا ده مرزوق الله مرزق ايوه فانتم بس انا عايز اقول حاجة يابني اقولي انت عايزه بقولك احنا زمائل خط راحك مرزوق سامحك اه فانتم ادم ارهابي ابن ستين كلب انا مرزوق هايش اقول حاجة لأدم ارهابي وابن ستين كلب احنا متفقين اهو مسألة خلصانة بس انا مرزوق الله اللي هي احتب عليك ازاي انا مواخزة احنا تبقى عارف ان ارهابي بريستين كلب وما تعمليش مفاجأة واجيبوا في ايدا كده وتخش عليها اعرف يا مرزوق شكلت في حياتي انه مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص انا دايما اللي بعم مفاجأات للناس مفاجأة 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 انا عايزك تركز في اللي حوله لك ادم عبد الحي هنجيبه هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام النظام صحيته مش هيرحمك لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتسطر عليه هزبط لكن لما انت تجيب لي ادم عبد الحي الوضع هيختلف بص يا مرزوق جبتلي ادم ما جبتليش ادم في الحالتين انت معايا جبتلي ادم هتبقى راجل من رجالتي ومعايا هينا في مكتبي ما جبتليش ادم عبد الحيق برضو هتبقى معايا بس مش في مكتبي هتبقى في الوضع اللي جوه وربنا يكفينا وكفيه بقى شهر الوضع اللي جوه انا بحبش احرق المفاجآت هسيبقى كده تعرفها واحدة واحدة مجردا بهذا احرق المفاجآت ما شكلام المفاجآت ما شكلام المفاجآت يا ساعة تفضل يا أهلا وسهلا حمد الله على السلامة يا دكتور حمد الله على السلامة يا دكتور الله يسلمك شريف ابني لسه راجع من أمريكا حمد الله على السلامة يا شريف بيه ما ليدك ألف سلامة على يدك تدرس ده أجدع صعيد يشتغل عندي راجل فيه منتهى الأمانة يلا يلا روحوا هاتفشون هوا يا دكتور هوا اوعى تغلط قدامهم انت من هنا ورايح ابني شريف هو ابن حضرتك فيه هاجر هاجر من سنين والأرض دي اعني اشتريتها على أمل انه يعيش فيها ويبقى وسطيه نعم ربنا يرجعولك بسلامة عطى ربي فيه ولما كبر هاجر وما فكرش فيه يلا طي الشباب ربي ناتي على فكرة أنا جبتلك لاب توب وفلاشة النت عشان انا بنتكلم من خلالك انت أأمم طريقة اتفضتك اتفضتك مشاهدين الكرام اليكم هذا الخبر العاجل اعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤوليتها عن حادث مقتل المواطن الامريكي بالقاهرة وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بان هذه هي اولى عمليات الجماعة في مصر وان عملياتها سوف تتوالى في المستقبل هلو مصطفى ازاكة درج تحت النظر يا حبيب انت اخبارك ايه طيب جميل جميل بقولك ايه انا عايز اطلب منك خدمة ربنا يخليك عايزك تعرف لي تأخذ السفر بتاعتذكرة باسم نانسي جورج غطاس نانسي جورج غطاس مصبوط مصبوط بص يا درج هي كانت المفروض ان هي مسافرة ايطاليا على الخطوط بتاعتكو بس اجرت سفرها انا عايزك تعرف لي السفر اتأجل لامتى بالضبط يا ريت يا اخو يا ريت لا مش كده انا بس عايز اعمل لها مفاجأ ووصلها المطال بنفسي وانا ما بيجيش ازوني ليه عامر اه اصله 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 ايه ما تتكلم قلقتني اصله متهمين وفي قضية سرق او اكل اصله 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 اصله